اشتركوا في القناة تبدأ في 29 من شهر أبريل لعام 2020 وتنتهي في 29 من شهر يوليو لنفس العام أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1370 نقاط بانخفاض نسبته 7 من 100% وذلك عائد من خفاض مؤشر قطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليونين وستمائة وثلاثة وستين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 456 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 54 صفقة أعلن مصرف السلام البحرين ناجحه في التخارج من محفظة مكونة من سبعة إصول عقارية في الولايات المتحدة مقابل 182 مليون وخمسمائة ألف دولار متجاوزا قيمة التخارج المقدرة عند الاستحواذ وكانت الاستراتيجية المعتمدة تهدف إلى التخارج من هذا الاستثمار في عام 2021 إلا أن النتائج المالية المرجوة من الاستثمار قد تحققت وتم تجاوزها في فترة استثمار أقصر أكد مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في إمارة دبي هلال المري أن الإمارة تأمل إعادة فتح أبوابها للسياح بداية شهر يوليو بعد الإغلاق التام لاحتواء جائحة فيروس كورونا وأوضح المري في مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن عملية إعادة الفتح ستكون تدريجية ويمكن تأجيلها حتى شهر سبتمبر اعتمادا على الأوضاع العالمية قال معهد إيفو الاقتصادي الألماني أنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.16% هذا العام بسبب فيروس كورونا وأن لا يعود الإنتاج في البلاد لمستويات ما قبل الجائحة حتى نهاية عام 2021 واستجابت الحكومة للوضع بإجراءات تشمل حزمة تحفيز بقيمة 812 مليار دولار ولكن يبقى تقدم الاقتصاد مرهونا بسرعة تخفيف إجراءات العزل في ألمانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر